ما زالت ليبيا تعاني من هذا الفيروس الفتاك وما زالت الإصابات تسجل ارتفاعا كبيرا على الرغم من عدد الفحوصات الضئيل والمسؤولون لا يعلمون هل هو فيروس كورونا الأصلي أم هو متحور دلتا فحسب المركز الوطني لمكافحة الأمراض سجلت البلاد في آخر حصيلة لها 2171 إصابة بكورونا بعد سحب حوالي 5000 عينا ما يعني أن نسبة الحالات الموجبة بلغت حوالي 43% كما سجلت البلاد 616 حالة شفاء و22 حالة وفاء ليصل إجمالي الوفايات في عموم البلاد إلى 3344 حالة رحمهم الله جميعا الوضع الوبائي يزداد خطورة في البلاد خاصة مع تأخر الجرعة الثانية للوقاحات فلا يبقى أمام المواطن سوى الالتزام بالإجراءات الاحترازية وعدم الاستهتار من أجل المحافظة قدر المستطاع على نفسه ومن حوله حتى لا يصل إلى الهاوية